اختم لكم بقصة في دولة من دول اوروبا الشرقية كان المركز الاسلامي عن يمينه خماره وعن يساره خماره امامه خماره والله نعم في هذه الخمارة التي امام المسجد يوجد عندهم بوديكارد نعم نعم هذا والله ممكن لا يدخل من هذا الباب ما شاء الله نعم طول في عرض هذا البوديكارد هذا ينظر دائما الى الناس يدخلوا المسجد هو يريد يعرف ماذا داخل المسجد نعم قوي دخل المسجد صعد فوق واجد مسلمين لم يجدهم يلعبوا في الهواتف لم يجدهم متكئين اهوه او شاهي ولا كان حس بهذا نفس المكان الذي كان فيه لا وجدهم يصلون يدرسوا يقرأوا قرآن قال ايش تصنع هنا ان ياس هم سألوه لا هو يسأل نعم قال نعبد الله قال اين الخمر قال لا يوجد خمر هنا اين النساء قال هناك عندهم مكان خاص اين الغنى قال ما يوجد عندنا غنى عندنا قراءة قرآن قال سبحان الله اذا انا مسلم انا اريد الاسلام اريد معكم لا اريد مع هؤلاء اسلم رجع لزوجتي قال انا مسلم لابد تدخلي في الاسلام اسلمت ثم يقول جاءت مناسبة عند اهل الزوجة انا نعم خذت اقول الزوجة ومشينا سفر تقريبا ووصلنا الى بيت ابو وام الزوجة لكن يقول رأيت ان المائدة عندنا فيها ملذة وطاب هنا ما خاب وخسر هنا في الطاول نعم خنزير وخمر وكل شيء فهو هذا ابو ديقار يعني اخذ جانبا لم يجلس معهم ابو الزوجة يسأل الزوجة بنته بنته نعم هو رجل غني محترم في العائلة نعم قال لبنتي لماذا لا يعتي هذا قالت هو مسلم قال ايش مسلم قالت مسلم لا يأكل خنزير لا يشرب خمر لا يرقص لا يصنع قال كيف يعيش كيف يعيش في هذه الدنيا بدون شرب خمر ولا أكل خنزير هم يقولوه نعم قالت الحياة لا تطيب الا بترك الخمر والخنزير قال نعم مسلم يضربك نعم قالت والله منذ ان اسلم ما صنع لي شيئا يعني ايش لا برفع الصوت ما بالك الضرب لان الاسلام يأمر بالاحسان الى الزوجة وعدم ضرب الزوجة نعم الاب مقعد نعم قال لها احضر يا زوجك جاء هذا بدأ هذا يسبه ويقول انت كذا ولماذا تسلم ولماذا تصنع كذا انت تفرق عائلة تصنع هذا يقول له دين الاسلام يمنعني ان ارد عليك لابد ان احترمك نعم ولا ارد هذا السب سب الحضور يقول هذا صاحبنا يقول الحضور بدأوا يقول لهذا الاب اتركه نحن نأخذ نصيبه لا يعني يفسد علينا هذه الليلة التعيسة نعم بالخمر طب نعم نعم وبدأ هذا صديقنا المسلم يتكلم مع هذا الاب يشرح له الاسلام وهذا الاب يسب وهؤلاء الحضور يقول له للاب اتركه يقول بعد دقائق دقائق نعم من هذا الحوار هذا الاب قال للبودكارد كيف اسلم يقول قام هؤلاء الحضور امسكوني حتى اخرجوني اخرجوا خلاص مشكلة هذا لو يسلم ذا مشكلة نعم يقول ساعت منهم هكذا فقط لا يستساعت هكذا فقط ودخل نعم بش واش نعم بس كذا اه نعم قال له قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الرسول يلقن الشهادة فهذا يقول لا استطيع الكبير يقول اعطيني كلمة كلمة فاخذ يلقن هي كلمة كلمة وهذا يردد يقول انا اكرر وهو يقول ايضا مرة اخرى يقول حتى ثلاث مرات اكرر عليه وهو يعيد بعد ثلاث مرات يقول نطقها كاملة بصوتي يقول يعني هؤلاء المجلس هذا يعني اصبح في شكالات كبيرة نعم وتعب هذا الكبير في السن اخذوا هذا الكبير الى الغرفة في الداخل يقول دقائق مات يقول والله في هذا الوقت علمت ان لابد علي ان ادعو الى الله لكن باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا بوديكارد لو صنعت وخربت ما حدث هذا الخير كل واحد منكم في هذه الدولة داعية الى الله شاء اما ابا لا يلزم ان تكون داعية بلسانك ان داعية بعملك ينظر اليك الان كفار